اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن الإنجاز الكبير الذي حققه فريق فيكتوريوس في مهرجان رويل أسكوت الملكي لسباقات الخيل ثمرة الرعاية الفائقة التي تحظى بها رياضة الفروسية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا والاهتمام والمساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله حيث يعد الفوز مكسبا لإبراز منظومة العمل المتكامل لرياضة الفروسية البحرينية التي تسير وفق رؤية ثاقبة تهدف إلى المزيد من الإنجازات جاء ذلك بمناسبة الإنجاز البارز الذي حققه فريق فيكتوريوس في مهرجان رويل أسكوت الملكي العريق لسباقات الخيل في المملكة المتحدة بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية حيث توج الجواد آيل أوف جورا بالمركز الأول بجدارة واستحقاق في الشوط الثاني لمسافة 2400 متر على الأرضية العشبية في شوط هاردويك ستيكس ضمن الفئة الثانية وأوضح سموه أن مهرجان رويل أسكوت الملكي يعد من أعرق سباقات العالم وحصول فيكتوريوس على انتصارين يؤكد المسير المتقدم لرياضة الفروسية البحرينية وانعكاسها إيجابيا في المحافل العالمية مبينا سموه إلى أن الفوز حافزا لمواصلة التألق في المشاركات القادمة وخطف المهر آيل أوف جورا مع الفارس كالوم شيفارد الأضواء في شوط هاردويك ستيكس حيث تلألأ نورو فيكتوريوس في سماء مهرجان رويل أسكوت الذي شهد انطلاقة مثالية للمهر آيل أوف جورا وشق طريقه نحو خط النهاية بنجاح ليتوج بطلا بجدارة واستحقاق ومتفوقا على نخبة من خيول العالم ترجمة نانسي قنقر